طبعاً هم شاطرين جداً فيما يتعلق به جمع التبرعات واستثمار أموالهم وجمع الاشتراكات وزنهم السياسي والاقتصادي قبل هذا الحل لو احنا بنتكلم على قبل 54 كان وزن قوي وكانت هي أقوى جماعة سياسية تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك أيضاً تنظيم سري وله علاقات متشعبة ليس فقط بل تمتلك أيضاً يعني علاقات مع كثير من دول العالم سواء في أوروبا أو في أمريكا كان لهم فرعوا إلى ألمانيا في دول أسيا فكانت هي لها وزنة لكن هي رأت أنه تعتمد على الضباط الوطنيين بعدما الضباط الوطنيين ينجحوا في ثورة 23 يوليو هيبدأ هنا تبدأ هنا محاولتهم إذا جاءت استخدام هذا التعبير ركوب ثورة 23 يوليو لكن لما هيستعصى عليهم وعبد الناصر هيفضحهم ويقول أن هذه الثورة ثورة لضباط وطنيين ليست لهم أي تعلقة بجامعة الإخوان لأنهم بالصعيد زي ما هو قال للصحفيين ماشيين في البلد توت نفير بيتكلموا يقولوا الثورة دي ثورتنا لكن عبد الناصر قال لول ما لناش علاقة بهم خالص وقال بعد كده هو هيلعب معهم مناورات سياسية ما بين 52 لغاية 29 أكتوبر اللي هو لحظة الاغتيال حيبقى فيه مناورات سياسية بينهم وبينه يعني لما يجي عبد الناصر يصدر قانون تحديد الملكية حيرفضوا ويقولوا لا عايزين تحديد الملكية بـ 500 فدان مش 300 فدان للأسرة بس لما يجي عبد الناصر يشكل الوزارة العسكرية الأولى حيقولوا في الأول حنشترك بعدين هينسعبوا بعدين لما عبد الناصر يختار الشيخ حسن البقوري كانوا من هم يفتكوا به حسن البقوري اللي هو عضو الجماعة عضو مكتب الأرشاد مش بس كده يعني هو بيقول في مذكراته سائر تحت العمامة ان هم يعني كانوا بيزغدوا ويضربوا لغاية ما قالوا له في النهاية لست منا ولسنا منك ده دي محطة من محطات الصدامة الخفيفة لكن الأوضاع السياسية من 52 ل54 كانت بتستدعي لأنه هم الإخوان مش لوحدهم في الساحة ده كان فيه أحزاب سياسية عبد الناصر هلجأ إلى حلها كان فيه منظمات مركزية فعبد الناصر أبقى صدامه النهائي مع الجماعة إلى النهاية ولذلك لما نيجي نحلل ليه عبد الناصر عشان كده كانت الناس بتوصف بداية علاقته بالإخوان إنها بداية هدئة ما تنتهيش بمحاولات اختياله بما حدث بينه بيسموه الهدوء الحذر يعني هو هدوء حذر وهو طبعا كان له تكتيكاته وتخطيطه ضد الجماعة فلما راح زر قبر حسن البنة مثلا ده هنا تكتيك يعني هو بس بيهدي بيبعد الجماعة وبحيدة لأنه كان فيه مسألة خطيرة جدا يعني هم نجحهم في أن هم يقلبوا اللواء محمد نجيب ضد مجلس قاتل الثورة ويلعبوا دور خطير جدا فيه أزمة بارس 54 الأزمة الأولى في فبراير 54 هم اللي أخرجوا هذه المظاهرات العنيفة جدا ضد الثورة وعبد الناصر تأكد أن هم اللي وراء هذه المظاهرات وأن هم أقوى قوة مضادة لثورة 23 يولي بمجرد ما بينجع عبد الناصر في أنه يتخلص من أزمة مارس وهنا على فكرة يعني أنا قابلت الإخوان وقابلت اللواء نجيب وسألت اللي اتنين هو هم ما ما فيش جنبك ليه يا سيادة اللواء في الجولة الثانية قال لي اكتشفوا أن أنا راجل كبير وعبد الناصر نجح في تحياته لما سألتهم هم صالح بالرقيق وعمر التلميساني وصلاح شهادي وغيرهم من القيادات الكبيرة بتاع الإخوان وقتازن قالوا لي اكتشفنا أن اللواء نجيب راجل كبير وراهنا على جمال عبد الناصر لكن عبد الناصر حيدهم عشان ينتصر في أزمة مارس 54 ويعتمد على الذين انحازت لهم الثورة وبعد ذلك أصبح هو والجماعة في الشارع السياسي وحدهم وهنا على فكرة يعني أنا قلت الكلام ده قبل كده مرة أنه لما كنت بقرأ مذكرات حسن العشماوي أحد شباب الإخوان في هذه الفترة كان نبضات قلبي بتزيد لأنه كان كل سطر في استعداد لاغتيال جمال عبد الناصر كل سطر تقريب في مذكرات حسن العشماوي وغيره بقى أحمد عاد الكمال وغيره كان بيشير لأنه لابدا من القضاء وعلى فكرة هنا لما عمل عبد الناصر اتفاقية الجلاء لم يتورح حسن النظيم من أنه يصفه بأنه كافر علماني كافر وسبه بشتائم لا طريق من الذي يدعي أنه مرشد لجماعة دينية وذا بيبين لنا أنه كان صراع حقيقي صراع سياسي حقيقي إلى أن تم إطلاق الرصاصات الكمانية في حدث المنشية في 26 يوليو 1954